أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين تبوأت خلال السنوات الأخيرة مكانة مميزة ومتطورة في العمل السياسي والبرلماني الأمر الذي ساهم في بناء أرضية صلبة برزت في مرحلة الانتخابات وتشكيل البرلمان جاء ذلك بفضل الدعم والرعاية الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى الذي أرسق واعد ومرتكزات العمل الديمقراطي بصورة عصرية وحضارية خلال افتتاح أعمال الدبلومة التطبيقية الأولى حول المهارات الحديثة للعمل البرلماني للبرلمانيات والتي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية والتابع للبرلمان العربي في القاهرة تطرقت معاليها لتجربة المرأة البحرينية كنموذج رائد في التصدي لتداعيات جائحة كورونا وإسهاماتها الكبيرة من خلال التواجد في الصفوف الأمامية ضمن فريق البحرين الذي يقوده السمولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعبر مبادرات ناجحة وبرامج مجتمعية متميزة تم تنفيذها من خلال المجلس الأعلى للمرأة برؤى وتوجهة صاحبة السمو الملكي قرينة العهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى ذلك نوهت معاليها إلى أن إقامة مثل هذه الفعالية هي وسيلة فاعلة لتحقيق الهدف المرجو من أجل بيان وكشف المهارات اللازمة لدعم تقدم المرأة البحرينية العربية متجاوزة مرحلة التمكين البرلماني ومشيرة إلى أن إدماج قضايا النوع الاجتماعي في العمل البرلماني وتعزيز المهارات والقدرات التشريعية والرقابية بجانب تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية وتحقيق هدف تكافؤ الفرص وتعزيز قيم المساواة بين الجنسين في العمل والعام وغيرها كثير من الرؤى والاحتياجات ليست من مسؤولية المرأة البرلمانية وحدها فقط ولكنها مسؤولية المجتمع بأكمله لنا من تجارب العديد من الدول العربية كل حسب خصوصية تجربة نجاح ثرية في تحقيق تقدم المرأة البرلمانية ومنها بلدي مملكة البحرين حيث شكلت نسبة مشاركة المرأة في السلطة التشريعية لعام 2018 نحو 19% من المشاركات إذ تم انتخاب 15% منهن في مجلس النواب وتعيين 23% منهن في مجلس الشورى وانتخاب 23% منهن في المجالس البلدية وتشرفت بنيل رئاسة المجلس النيابي كأول امرأة عربية منتخبة انتخابا حرا مباشرا ولا يزال المشوار محفزا وإيجابيا ومشجعا لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات وذلك بفضل الدعم الكبير اللامحدود والرعاية الملكية السامية والرؤية الحكيمة الثاقبة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي أرسق واعد مرتكزات العمل الديمقراطي بصورة عصرية وحضارية نستلهم منها جميعا المشاركة الفاعلة والعمل المخلص والطموح بلا سقف سوى سقف المصلحة الوطنية العليا انطلاقا من الثوابت الوطنية والثقافة الأصيلة في دول المؤسسات والقانون أصحاب المعالي والسعادة إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نتوقف عند تجربة المرأة البحرينية كنموذج رائد في دورها الفاعل والمؤثر لدعم جهود مملكة البحرين في التصدي لتداعيات جائحة كورونا وإسهاماتها الكبيرة من خلال التواجد في الصفوف الأمامية ضمن فريق البحرين الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعبر مبادرات ناجحة وبرامج مجتمعية متميزة تم تنفيذها من خلال المجلس الأعلى للمرأة برؤى وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ترجمة نانسي قنقر